بسم الله ومازلنا في سلسلة بتاعتنا سؤال وجواب حول السكر ان شاء الله اكبرنا في الفيديو ده بنجواب على سؤال هل يلزم على كل مريض سكر ان هو ياخد اسبرين عشان سيولت الدم الاحباء الكرام المريض عندنا مكون واحد من اثنين يجات له قبل كده جلطات في القلب او المخ او العواية الدماء والطرفية او لا لو جات له قبل كده يبقى لازم ياخد اسبرين ولو يخدش نوصي ان هو ياخد اسبرين الا لو كان هناك مانع مثلا نزيف او حاجة والحالة هنا بتبقى secondary prevention يعني وقاية ثانوي ماشي لا والله الحمد لله لجات قبل كده جلطات ولا اي حاجة بيكون السؤال التالي سن المريض كم سنة لو السن خمسين سنة فاكتر بنشوف بقى حاجة كده نسميها risk factors يعني عوامل بقى قد تؤدي لخدوص جلطات زي family history يعني تاريخ مرض في العائلة عندهم او عنده ضغط او كوليسترول او بيدخن هنا ياخد اسبرين والله لو السن كان اقل من خمسين سنة هنا الطبيب بيعمل حاجة اسمها 10 years Asherosclerosis Cardiovascular disease المهم يعني معادلة رياضية كده بيدخل فيها بعض البيانات الطبية لو كان الرقم اقل من 10% ما بيديش اسبرين اكتر بيدي عشان بس الفوضى اللي بنشوفها يا اخواني من استخدام اسبرنا على الفوضى تمام نكمل ان شاء الله الفيديوهات القادمة لا تنسوا اللايك والشير شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة